تحدثت مطولا عن كيفية التغير في الطاقة الداخلية للنظام وهي تساوي الحرارة الحرارة زائد الشغل المبذول للنظام زائد الشغل المبذول للنظام أو الذي بذل على النظام سأكتبها بشكل آخر بحيث تراها بكلث الطريقتين التغير في الطاقة الداخلية تساوي الحرارة المضافة ناقص الشغل المبذول في النظام ناقص الشغل المبذول في النظام حسنا هناك سؤالين قد تنشأ بشكل طبيعي أولا كيف يتم استيعاب أو فقد الحرارة من النظام وكيف يتم بذل الشغل من النظام عليه أعتقد أن الحرارة هي بديهية جدا إذن كان لدينا وهذا سيكون أدق في الفيديوهات القادمة لكن أود أن أعطيك حدث لما نتحدث عنه إذا كان نظام هنا بعض الجسيمات في وعاء معين إذن لدينا هذا النظام هذا الوعاء وفيه جسيمات ودرجة الحرارة بداخله لنفرد أنها تي واحد وهي تساوي تي واحد ولنفرد أنها تساوي ثلاثمائة كيلفين ثلاثمائة كيلفين إذا أردت إضافة حرارة إلى النظام ما يمكنني عمله وضع نظام آخر بجانبه على الجانب منه من يعلم كم حجمه ولده بعض الجسيمات هنا لكن درجة حرارته أعلى بكثير إذن درجة حرارته ستكون ستكون حسنا هذه الحرارة ستكون تي اثنان دعونا نقول أنها تي اثنان وتساوي ألف كيلفين أنا فقط أفترض الأرقام إذن ماذا سيحدث في هذه الحالة سيكون هناك انتقال للحرارة من هذا النظام الثاني إلى النظام الأول سيكون هناك حرارة داخلة إلى النظام الآن الحرارة والشغل حتى الطاقة الداخلية هذا يعود بناء إلى الحديث عن الحالات الجزائية أو الكلية أو الجزائية الحرارة تتغير في الحالات الجزائية هذا النظام سيفقد حرارة وهذا سيحصل على حرارة نعلم ما يحدث في الحالات الجزائيات هذه فإنها ستفقد حرارة وهذه الجزائيات ستحصل على طاقة أكبر نفرض أن هناك وعاء معين ربما جدار صلب هنا هذه الجزائيات ستصطدم بالجدار وستجعل الجزائيات عند الجدار تهتز وستجعل الجزائيات عند جدار الوعاء الأخضر تهتز عندما تصطدم الجزائيات في الجدار للوعاء الأخضر سترتد مع طاقة حركية أكبر وسرعة أكبر لأن هذا الاختزاز عند الجدار سيدفعه للخلف بشكل أبعد وهذا أساسا كيفية نقل الطاقة الحركية أو الحرارة أعتقد أن التفسير بسيط أو لو أنني وضعت هذا بجانب مبرد نظام درجات الحرارة المنخفضة ستخسر الطاقة الحركية هناك طرق أخرى يمكن عملها على سبيل المثال لا أريد أن أذكر هذا الآن لأن هذا ما هو ما لدينا الآن كيف يمكننا أن نزيد أو نقلل شغل النظام هذا مثير للاهتمام لنعود إلى مثال المكبس لنرسم بعض الخطوط هنا لدي وعاء هذا الوعاء هنا لديه سقف متحرك هذا هو المكبس وعود إلى المثال لأننا سنتعامل مع هذا خاصة عندما نذهب للضغط والرسم التخطيطي لضغط الحجم الرسم التخطيطي للضغط والحجم سنتعامل مع العملية شبه الساكنة وهي دائما بلا حدود قريبة من حالة التوازن حتى تتمكن من منقشة الحالات القصوى مثل الضغط والحجم تذكر أنه إذا فعلنا فقط شيء هنا والنظام في تغير مستمر فالحالة الجزائية لا تعد موجودة مرة أخرى لنفرد نريد أن نقوم بعملية شبه ساكنة سأستخدم الحصى بدلا من صخرة كبيرة سأرسم حصى أكبر هذه المرة ويوجد هناك ضغط ما إذا هذا هو المكبس ومضغوط للأسفل بسبب الحصى وللأعلى بسبب ضغط الغاز الغاز يصطدم بسقف ويصطدم بكل شيء الضغط على أي نقطة في الوعاء هو واحد وهو في حالة التوازن الآن في هذه الحالة ماذا يحدث هنا إذا أزلنا صخرة واحدة من الأعلى صخرة واحدة من الأعلى لننصخ ونلصق هذا إذا أزلنا صخرة واحدة من هنا حسناً لننصخ هذا ونلصقه هنا هذا نفس الشيء الآن لنزيل صخرة لنزيل صخرة واحدة هذه في الأعلى سأزيلها ماذا سيحدث؟ الآن لدينا وازن أقل يضغط المكبس للأسفل والغاز يضغط المكبس للأعلى ثم يصبح النظام للحظة قصيرة جداً في حالة عدم توازن ويحدث فقط غيرات صغيرة جداً في مدى ضغطنا للأسفل عليه على أمل أنه ليس اختلاف كبير في التوازن ويبقى قريب جداً منه ونعلم في المثال السابق ونعلم من المثال السابق ودلاً من أن تكون الأشياء تتطاير ستنحرف للأعلى قليلاً ستنحرف للأعلى قليلاً بهذا الشكل سأعبئ هنا بالأسود حسناً لكي يختفي الفراغ سأملأ هذا هنا حسناً أعتقد أن المكبس سيتحرك للأعلى قليلاً وأود القول عندما يحدث هذا عندما أزيل حصى واحدة من هنا سيبذل النظام شغل ما لنفك في هذا الشغل بناء على التعريف الذي تعلمناه في السنة الأولى للفيزياء عندما نستخدم الميكانيكا التقليدية أو تتعامل معها أتعرف أن الشغل يساوي القوة ضرب المسافة الشغل يساوي القوة ضرب المسافة لذلك إذا قلت إذا قلت عندما تتحرك المكبس قليلاً عند إزالة الحصى في نفس الوقت أفترض أن النظام قام بشغل معين لقد طبقت قوة على المكبس هنا وهذه القوة طبقت لمسافة معينة لمسافة معينة لنحاول أن نعرف ما هو هذا ونحاول أن نربطهما بالحالات الجزائية الأخرى التي نعرفها جيداً نعلم أن الضغط والحجم أن الضغط والحجم نعلم أن الضغط المبذول على المكبس على الأقل في هذه اللحظة ما هو الضغط؟ الضغط يساوي الضغط يساوي يساوي الضغط يساوي القوة فورس على المساحة إذن على المساحة تذكر هنا هذا المكبس أنت تنظر فقط في المقطع العرضي وهو كلوحة مسطحة أو كسقفة مسطحة على هنا ما هي المسافة التي تحركها؟ أعرف أنني أبالغ قليلاً تحرك بشكل بسيط لم أرسمها جيداً تحرك بمسافة لنقول أنه تحرك بمسافة X حسناً هذا التغير تحرك للأعلى بمسافة X هنا ما هي القوة التي دفعته للأعلى؟ نعرف الضغط له الضغط هو القوة على المساحة إذا أردنا معرفة القوة يجب أن نضرب ضغط ضرب المساحة إذن إذا ضربنا كلا أطرفين بالمساحة نحصل على القوة نحصل على القوة وفي الأساس المساحة هي لهذا السقف الصغير هنا كان يمكنني يجعله سميكاً لكن أعتقد وصلتك الفكرة له مساحة وهي على الأرجح نفس مساحة قاع الوعاء لذا يمكنني القول هذا النظام يخضع لكوة يخضع لكوة اسمحوا لي أن أغير الألوان القوة تساوي الضغط للنظام القوة تساوي الضغط للنظام الضغط ضرب المساحة مساحة للسقف المساحة للمكبس حسناً ومن الوعاء للمكبس الآن هذه القوة الآن ما هي المسافة؟ المسافة هي هذه الأكس سأكتبها بلون أزرق هي هذا التغير هنا لم أرسمها كبيرة لكنها هذه الأكس هنا ضرب أكس لنرى إذا كان بالإمكان ربط ذلك بطريقة أو بأخرى لنرسمها بشكل أكبر سأرسمها بشكل ثلاثي الأبعاد أولاً نرسم المكبس ما هو اللون لهذا؟ سأخطر البني إذن المكبس يبدو سأرسمه بشكل أفضل حسناً هذا هو المكبس وتم دفعه للأعلى دفع إلى الإمام حتى مسافة مقدارها إكس لنرى كيف سنرسمها سأعمل نسخ لها ومن ثم نلصق هكذا أفضل حسناً هكذا أفضل ثم يتم الضغط على المكبس إلى الأمام بمقدار المسافة إكس لنرسم هذا يتم الضغط على المكبس إلى الأمام بمقدار المسافة إكس ونقول هذه القوة آسفة دعوني أوضح هذا هذه القوة وهذه المسافة والشغل يساوي القوة وهي الضغط الشغل يساوي القوة وهي الضغط ضرب المساحة الضغط ضرب المساحة ضرب المسافة ضرب المسافة وهي إكس إذن هذه القوة المبذولة هي الضغط المبذول على المساحة الأسطوانة هذه مساحة الأسطوانة هذه مساحة الأسطوانة هنا إذن الضغط ضرب هذه المساحة نحصل على القوة ومن ثم حركناه لمسافة مقدارها X ويمكن إعادة ترتيب هذا يمكن القول أن الشغل يساوي الضغط ضرب المساحة ضرب X ضرب X وما هو هذا المساحة ضرب X ما هي المساحة هنا هذه هي التغير في الحجم المساحة تساوي التغير في الحجم هذه المساحة ضرب ارتفاع معين هو الحجم وهو بالأساس مدى التغير في حجم الوعاء إذا دفعنا المكبس للأعلى حجم الوعاء سيزداد ويمكن رؤية هذا من المقطع الجانبي وسيصبح هذا أطول عندما ننظر إليه بعمق سترى أن هذا هي الاستوانة ستصبح أطول ولدينا مساحة الساطح مساحة الساطح ضرب الارتفاع تساوي الحجم إذن هذا هنا هو الحجم هو التغير في الحجم Delta V التغير في الحجم الآن يمكن كتابة الشغل بصيغة أخرى بناء على الأشياء المعروفة لدينا يمكن كتابة الشغل المبذول من النظام الشغل المبذول يساوي الضغط يساوي الضغط ضرب التغير في الحجم ضرب التغير في الحجم Delta V هذه لدينا تداعيات مثيرة للاهتمام عملياً هناك العديد منها ويمكن إعادة كتابة صيغة الطاقة الداخلية على سبيل المثال يمكننا أن نعيد كتابة التغير الداخلي والطاقة الداخلية تساوي الحرارة المضافة إلى النظام زائد الشغل زائد الشغل لنقل ناقص الشغل المبذول من النظام ناقص الشغل وما هو الشغل المبذول من النظام إنه الضغط للنظام ضرب التغير في الحجم كم تمدد النظام في هذه الحالة النظام يدفع هذه الحصى أو قطع الحجارة للأعلى فهو يبذل شغل إذا قمنا بهذا بالعكس بزيادة أو إضافة الحصى والضغط للأسفل على المكبس فنحن نبذل شغل على النظام وهذا هو الوضع الحالي عندما نزيل الحصى والمكبس يرتفع للأعلى حيث الغاز يرتفع بالمكبس للأعلى عندها النظام يبذل شغل إذن عودنا إلى الصيغة السابقة حيث الطاقة الداخلية هي الحرارة ناقص الشغل المبذول من النظام ناقص الشغل المبذول من النظام ويمكن كتابة هذا وهو يساوي الحرارة المضافة إلى النظام الحرارة المضافة إلى النظام الحرارة المضافة أدد للنظام ناقص الضغط الضرب التغير في الحجم وهذا مثير للإتمام إذا كان الحجم يزداد عندها النظام يبذل شغل وهذا ينطبق وسنتحدث عن ذلك في المستقبل لكن بهذا الشكل المحركات تعمل هناك انفجار بسيط يحدث في داخل الإستوانة ويضغط المكبس للأعلى ويقوم المكبس بتحريك عدة أشياء أخرى وبالنهاية تتحرك العجلات إذن عندما يزداد الحجم فأنت عمليا تبدل شغل فأنت عمليا تبدل شغل سأترككم هنا في الفيديو التالي سنربط هذا بطريقة جديدة في كتابة صياغة للطاقة الداخلية ونربطها برسم التخطيطي لـ B و A V ترجمة نانسي قنقر